هنشوف اين لا يحصل يوم الخميس ومطش كلنا يعني فسط زحمة مطشات كاس العالم لكن انا اكيد مطش مستنين برضو احنا لسه في الزمالك ويعني كانت خرجت بعض التقارير الصحفية ان بن شرقي على عتاب العودة في يناير مرة اخرى للزمالك بتعرفين بن شرقي طبعا تعقب مع جزيرة الاماراتي كان فيه بعض الاخبار خرجت وفريق عمل الريمونتادة تواصل مع اخو بن شرقي اللي هو طبعا شخصية مهمة جدا في حياة بن شرقي اعتبر يعني هو ووكيله هما الاتنين يعني دايما بيشتركوا معها في القرارات المهمة النهاردة في تصريحات قصة للريمونتادة اكد اخو بن شرقي ان الاخبار دي ما لهاش اي اساس من الصحة ولم يحدث اي تواصل لا من قريب ولا من بعيد مع مسؤولي الزمالك او حتى حديث بشأن يعني بعود بن شرقي للزمالك مرة اخرى وقال ان هو سعيد جدا في الامارات وسعيد جدا في الجزيرة الاماراتي واكد لنا ان الاخبار دي غير صحيحة لان زي ما حضراتكم شفته الاخبار دي يعني بدأت تدولها من مبارح على السوشيال ميديا وفي بعض التقارير اللي قالت ان فيه كلام لعودة بن شرقي واحنا بنانكد لكم من مصدر يعني مقرب جدا من من شرقي اخوه ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة في تصريحات خاصة للريمونتادة تعالوا نروح طبعا النادي الاهلي اللي هيلعب طلاقة الجيش يوم الجمعة وبرضو ماتش صعب لان طلاقة الجيش مع مدرب جديد الكابتن محمد يوسف ومعاك كابتن طريق السعيد هيبه فيه طبعا دوافع كبيرة جدا لان ايوم دارد بيمسك فرقة واول يعني مباراة تكون امام فريق كبير وفريقه هيبه فيه دوافع كبيرة جدا